السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا بنات يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال. النهاردة ان شاء الله هعمل معكم وصفة. الوصفة دي جديدة. يمكن انتو هتستعراب لها شوية. بس ان شاء الله هتجد معاك نتيجة ممتازة. ازاي? هقول لك الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة دي ده مبدئيا كده بديل ربط المعدة. الناس دي بتعمل ربط المعدة عشان ما تقولش كتير او بتقلل من الاكل بتاعها شوية. لا. احنا هنعمل بديل ربط المعدة كده قادرة اقول لك كده ببلاش. وانت قاعدة في قلب بيديك. مش هنقول بقى ان الطعم مر ولا لها مزازة ولا الكلام ده كله. لأ. الطعم بتاعها ببقى كويس جدا. مقبول. ان شاء الله لو انت شوفتيها او جربتيها من اول يوم مش هتبطل ان انت تعملين. وصفتنا ده جماعة ده ان شاء الله هتخلي. بطن عندك مسطحة. ما فيش بقى لا كرش. ما فيش اجناب. ما فيش ارداف. ما فيش ترهولات. ايه الحاجات اللي احنا كلاتنا بنعاني منها ديت ودي مشكلة اي بنت بتعاني منها. تمام? فاحنا ان شاء الله جايبا لكم وصفة اقدر اقول لك الوصفة دي اعتبر جبارة. من الاخر كده ده هتنسف معاك الدهون وتنزل معاك الوزن بطريقة سريعة جدا. انا عملتها لكم النهاردة ده يا جماعة يعني على حسب ما شفت الناس اللي استعملت الوصفة ديت او استعملت الخلطة ديت. ده فعلا انجابت معهم نتيجة ممتازة. علشان كده انا قلت اطمع اعملها لكم. على اساس الناس كلاتها تستفد منها. ودي بازن الله من اول اسبوع هيبان معاك الفانة. تمام? عايزك كده توزيني نفسك. قبل ما تاخدق كوباية ديت وبعد اسبوع او عشرة يام بالزبط عايزك توزيني نفسك تاني. تمام? تعالوا كده بنات بقى انسان من الله ونضغط كلاتنا لايك للفيديو. عايزاكم بكل البنات اللي بتشوف الفيديو دي وتحطوا لايك. علشان تشجعوني. علشان ان شاء الله اتواصل معاك في فيديوهات تانية كتير جاية. وان شاء الله تشيروه علشان الناس كتير تستفد منه. واللي تشيروه. اكتب لتام. تعالوا بقى كده نخش الفيديو ونشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن ايه? ده يا جماعة اول مكون في الوصفة بتاعتها. طبعا كلوك هتستغربهم. ده الزبيب. تمام? او العينة بالمجفف. عشان الناس اللي مش عارفين عن الزبيب في دول تانية. ده جماعة عندنا بمجفف. تمام? احنا عندنا بنقول على الزبيب. بنجيب الزبيب ده وانت بتجبين اي سوبر ماركت او من اي بقالة من اي عطار موجود ومتوفر عنده. تمام? بنجيب كمية كده وبنحطها في التلاجة وبنستعمل منها وقت اللزوم. وده بعملين ممكن في ناس كتير ممكن انها تعملها في بيتها وبنتها سهل. الزبيب ده يا جماعة اي حد ممكن يعمل. بتعمل كمية منه وبتحطها عندك في التلاجة ووقت الاستعمال بتلاقي. تمام? تعالوا بقى كده نشوف الوصفة بتاعتنا النهار ده هنحضرها ازاي. معي كوباية مية دافية زي ما انت شايفين بالشكل ده كده. فانا دلوقت هاخد معلقة كبيرة كده هوت من الزبيب معلقة واحدة بس. طبعا الزبيب بتاعنا قبل ما بنحطه بنكون غسلينه كويس جدا. وقبل ما نستعملوه في الوصفة لانه طبعا احنا هنشربه. هنعملو مشروب وهنشربه. فبنحط ملو معلقة كبيرة زي ما شايفين كده? في كوباية المية الدافية وببط عليها. بعد كده بنعمل ايه بسيبها ليلة كاملة يعني انا بعمل المشروب دوت على بياد. بسيب الكوباية ديت بمعلقة الزبيب ليلة كاملة كده على رخام عندك في المطبخ. تاني يوم بصبح اعمل الوصفة بتاعتي. تعالوا بقى كده شوفوا انا كنت عاملة كوباية هيت. ده يا جماعة اللي انا كنت عاملها على بياد شايفين بقى الزبيب عامل ازاي? اتفخ خبصت لقو اتفخ. وبقى بالشكل ده كده. حتى المية كمان انا مش هرميه. يعني انا مش هرمي المية بتاعته. هستعمله. شايفين بقى اعمل ازاي? حس ان الحباية كده ابقابت كده وانتفخت. اجيبلكو بس يعشان تشوفوه يبقى واضح معاكو اكتر. الاحجان بتاعتك بس تلاقيها ضعفت. حجمه بتاعه. زي ما انتم شايفين كده. طيب دلوقتي انا هعمل ايه? هناخد الكوباية دي بحلقة كده بالزبيب بحلقة. وهنحطه في الخلق. في ناس كتير اه عندها معتقد خاطئ اللي هو ان الزبيب اه ممكن يتخن او في سقريات او الكلام ده كلاته لا يا جماعة بالعكس. لو انت دخلت كده عملت سيرش عن فوات الزبيب للتخصيص هتبص تلاقي له فوائد كويسة جدا ولو فوائد رهيبة. ازاي ان هو اول حاجة بيعملها معنا الزبيب في الوصفة بتاعتنا ان هو بيحسسك بالشبع. يعني بتحس ان بطنك مليانك. بيحسسك بالامتلاء او بالشبع. تمام? فبالتالي ان انت ما بتكلش كميات كبيرة وخلي بلكو انا هستعمل الوصفة دي مع بزور تانية كماني. البزور التانية دي لو انت استعملتها مع الوصفة دي هتنسف معاك الوزن بطريقة مش عارف اقول لك بقى النص ولا عايز اقول لك ايه? مش عايز اقول لك ان انت هتنزل الفعل الوصف. تمام? هينزل معك دون وهينزل معك وزن. طيب تعالوا بقى نتعرف عن المكون التاني قبل ما اقول لكو احنا هنعمل ايه في الكباية دي? ده كده يا جماعة دي حاجة اسمها بزور الشيعة. اللي انت شايفينها قدامك دي دي برضو بتيجي من عند العطار. دي اتخلي بالكو لو احنا حطانا معلقة بس منها في نص كباية مية بتبص تلاقي الاحجام بتاعتها اول حجم بتاعها بيتضعف معك. بيبقى عامل زي الجيلاتين كده. دي يا جماعة بيبقى الشكل بتاعها هوت بتبقى بزور بضع على صمرة. بالشكل ده كده. علشان لو انت جبتها من عند العطار تبقى انت عارفة شكلها. تمام? طيب انا هعمل ادي الوقت بالبزور ديت او هنستعملها ازاي? هقول لكم. ده كده يا جماعة بناخد معلقة صغيرة زي ما انتو شايفين كده منذ زر الشيعة على نص كباية مية او ربع كباية مية بالكتين. تمام? بنعمل ايه? بنقوم حطنا زي ما انا اقول لكم هناك. انا كنت عاملة كمية برضو. ومجهزة. شايفين شكلها بيبقى عامل زي? دي يعني ملو معلقة صغيرة كده زي اللي انا وردها لكم. على ربع كباية مية او نص كباية مية صغيرة على حسب ما انت تحب. بتبقى عامل زي الجيلاتين كده بالزبط. يعني مسافة متين قاية بس كده حوالي عشر دقايق. بتبقى شكلها بالشكل اللي انت شايفينه دوة. هورهولكم اهور. بتبقى القوام بتاعها متماسك كده. يعني شفت المربة بتبقى عاملة زي المربة كده بالزبط. اهي. عشان بس اتبان معكم كده قدام الكاميرا. شايفين بتبقى عاملة ازاي? ده جماعة زي ما انتو شايفينها كده ده بتنزل تنفيش في المعدة. يعني بتملق المعدة بتاعتك. فبالتالي بتحسك بالشبع. كمان بتنزل معاك الدهون وبتنزل معاك كمان الوزن ازاي? شايفين بتبقى عاملة ازاي? طيب احنا دلوقتي هنعمل به ايه? تعالوا بقى اقول لكم هنعمل اي دلوقتي. ده كده انا هاخد الكوبة اللي في الزباب المنقوع زي ما انتو شايفين كده وهنحطه في القرنة. هناخد برضو بزر الشيء اهيات. ان انا عدها كده حوالي عشر دقايق. على مثلا شدت كده في الطبق اللي انا عملت فيه بالشكل ده كده وهنقوم برضو حطيه. تمام? على اساس ان هو هيبقى طعمه كويس جدا وانحنا بنشوف. مش هنحس بقى لب مرارة ولا نحس بحاجة لا. طعمه ببقى كويس جدا وتعمه ببقى مقبول. طيب بعد كده معايا ايه? معايا زي ما انتو شايفين كده جماعة اللمونة. اللمونة واحدة بس لان هستخدمها النهاردة في الوصفة بتاعتي. هنقطعها ترنشاط او قطع على حسب ما انت عايز. واخدها باشراب حالي. هنشيل هي دوبة بس منها البز. واخدها باشراب حالي. هقطعها جدهوت. وهحب بتاع المكونات اللي نحططه. ده كده اللمون انا قطعته اربعة تربعة كدهون زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وهنمسك بقى المكونات ده كلتها هنضربها في الخلاط ونرجع لك ده. ده كده جماعة فرمناها هيا زي ما انتم شايفين. رمناها طبعا. آآ بعد كده هنعمل ايه بقى خاربكم هنعمل ايه? هنصفيها. آآ طبعا بقى لو انت حابة ننتخدها كده وتعرفت اخدها كده عايد ما فيش مشكلة. بس انه ايوم ان انا اصفيه على اسس ان ان انا باشربها ما يبقاش فيه طفل بقى ولا فيه حاجة دايق ان انا باشربها. اشربها على طول اكلنا عصير كده. تمام? طبعا يا لازم تسد المصر شوية علشان فيها لمون وكده. آآ احنا ايه يعني هنعمل شوية بشوية. دي كده قود. بنروحها خالص علشان اللمون. وبزور الشيء اصلا بيبقى لها برضو يعني اما بنيجي نفرومها ولا حاجة بيبقى لها يعني تبقى عامل زي التفلة كده. بس الاحسن ان انت برضو بتصفيه على اساس ان هي ما دقكش وانت بتشربي. ده كده يا جماعة الكوبية بتاعتي جازت معي هيا زي ما انت شايفي. حابين انت بقى انا عملت معاك الكوبية وعملت معاك المقدار. حابين تضعفوا الكمية ضعفوا. ليه بقى? لان الكوبية ديت هتتقد ثلاث مرات في اليوم. قبل كل وقبة بنص ساعة بنقوم عاملون كوبية زي ديت واشاربين. على فكرة الكوبية دي طعمها كويس جدا جدا. مفيش فيها اي طعم مرارة. مفيش فيها اي حاجة. طعمها طعم لمون بس. يعني احنا على طول بنشرب اللمون شاء طبيعي. وخصوصا كمان اللمون اللي بتعمل بقشره. ده بقى له فوايد رهيبة جدا بالزاد لو انت عمتل القشر بتاعها. وده طبعة رحتك انت. حابين انت تتقشر قشر اللمون مفيش مشكلة. علشان ما يعملش مرارة مفيش اي مشكلة. يعني ده حاجة ترجعلك انت. بس الاهم حاجة وده الصحي ان انت بتفرميه بالقشر بتاعه بحاجة. تمام? آآ هقولك على الحاجة برضو. لو انت حابة ان انت تحليها بمعلاقة عسل نحت مفيش اي مشكلة خالص. على اساس الطعم بتاعها بيكون يعني حلو معك ومستحب وانت بتشربها. كوبية ديت لو انت بقى عملتيها تلات مرات في اليوم قبل كل وقبة سدقيني ده يبقى بديل ابليكس او بديل ربط المعدة الكلام ده كلها. لا لان الكوبية ديت بتنزل في المعدة بتنفش معك المعدة بتنزل كل الدهون والسموم اللي في الجسم هتنزل معك وزم وهتنزل معك دهون مش هتلاقي اسبوع واحد بس هتتخلص من الجوانب من الكرش من الارداف من اي تراهولات في الجسم ان شاء الله هتجب معك نتيجة من اول اسبوع. انا بقول لكم يا جماعة اخدها قبل كل وقبة بنص ساعة لقينا طبعا آآ الوصفة دي ده بتنزل المعدة بتنفش في المعدة. يعني بتحسسك بالشبع. ما بتخلي كيش ان انت تاكل كتير. واحدة واحدة تبص تلاقي معدتك بدأت ان هي تكش شوية. يعني ما عنديش بقى معدتك بتتقبل كميات كتير زي الاول. ما عنديش شراهة على الاكل. الكل ده كله. كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يارب يكون عجبكم. ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.